نادي متلند الدنماركي منح نادي الزمالك مهلة أخيرة حتى مساء اليوم الاسنين عشان يرد عليهم في صفقة إمام عشور وفي التفاصيل التعقدية بالنسبة لإمام عشور متلند حاضط أكتر من بديل لإمام عشور في حالة فشل الصفقة ولكن بحسن معلوماتنا أن الصفقة هتمشي في الطريق السليم وسينطق الإمام عشور إلى متلند الدنماركي بموافقة نادي الزمالكة وبموافقة اللاعب ده الوضع حتى هذه اللحظة ولكن الصفقة ما تمتش رسميا ما حصلش التوقيع وما حصلش الاتفاقات النهائية بالإمضاط حتى هذه اللحظة ولكن الموافقات موجودة من الأطراف كلها لكن عشان نقول صفقة رسمية يبقى اللاعب هناك يبقى لو قدت اتمضت كل ده لسه ما حصلش ده فيما يخص إمام عشور وحكايته مع متلند الدنماركي حاجة غريبة حاجة غريبة مبالح سمعنا أن جزوالدو فريرة ممكن يرجع تاني تدريب نادي الزمالك ماشي كان راح للراجل بقرار من إدارة نادي الزمالك وسمعنا أن إدارة نادي الزمالك بناء على رغبة من الكابتن أسامة نبيه ممكن جزوالدو فريرة يرجع بالمناسبة جزوالدو فريرة حتى هذه اللحظة لم يعطي موافقته والكلام أنه جزوالدو فريرة مطلوب دون جهازه المعاون الأجنبي الأجنبي بالمناسبة هو لسه مستمر في مصر ما سافرش أنا شو كان فيه كلام أنه سافر هو حتى هذه اللحظة فريرة موجود في مصر طيب فريرة كان ماشي وممكن يرجع